من القدس تنضم إلينا مراسلة العربي كريستين ريناوي أهلا بك معنا كريستين إذن بيان الجيش يفصل عملياته في قطاع غزة هل من جديد في إعلانه أو في بياناته وأيضا آخر وجديد المواقف السياسية رويدا يحدث جيش الاحتلال بأن ثلاث فرق تابعة له لازلت تعمل بريا في قطاع غزة في إطار الحرب المتواصلة الفرقة 98 بدأت عملية برية جديدة في منطقة الشجعية الشرقي مدينة غزة إلى الشمال من القطاع الفرقة 99 لازلت موجودة في منطقة الوسط وممار نيتساريم وأيضا في رفح الفرقة 162 لازلت تعمل هناك الإدعاءات مختلفة في رفح يقول الجيش أنه يتعامل مع بناء تحتية كما اسماها وممرات وفتحات أنفاق في الوسط لازل يواجه مقاتلين فلسطينيين في الشجعية هي المعضلة والتي تشكل عقدة للجيش الإسرائيلي ومسؤوليه تاريخيا وليس فقط في الحرب الحالية وإضا نفهم حتى من البيانات الدعائية بأن المواجهات ضارية هذا اليوم السبت تغيب التحديثات السياسية من المسؤولين الإسرائيليين وحتى بخصوص الخسائر لم يعلن عنها شهدنا يوم أمس كيف أن خمس مروحيات على الأقل نقلت جنودا مصابين أو قتلى من أرض المعارك إن كان في الشجعية أو في منطقة الجنوب إلى مختلف المستشفيات الإسرائيلية لكن حتى اللحظة لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن خسائره كان أعلن يوم أمس عن مقتل جندي في معارك جنوبي قطاع غزة وذلك رفع الحصيلة التي يعترف بها إلى 314 قتيلا منذ بدء الاشتياح البري وأيضا بالمجمل هو يعترف بمقتل 668 قتيلا جنديا وبحسب معطياته على موقع الإلكتروني هو أفاد بإصابة 9 عسكريين خلال الـ 24 الساعة الماضية ننتظر تحديثا جديدا ويبدو أن بالفعل المواجهات هي ضارية في أرض المعارك في قطاع غزة شكرا جزيلا على هذه الإحاطة كريستي الرناوي مراسلة العربي من القدس